الحمد لله رب العالمين قال قال الله تعالى وجعلكم من الفرك ولا العام ما تركبون تسو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر أن هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمقلبون وقد تكلمنا عن هذه الآيات في الدرس السابق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث متعلقة بهذه المسألة وهي ما يقوله إذا ركب الدابة حال السفر قد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى خصص هذا بالسفر وتكلمنا عن خلاف العلمة في هذه المسألة وهنا الأحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها اختلاف يسير في بعض ألفاظها وأيضا في وقت النطق بها وهذا والله أعلم من الصفات المتعددة التي جاءت عن نبي صلى الله عليه وسلم فيفعل هذه مرة وهذه مرة ويقول هذه مرة وهذه وهذه مرة قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره هنا أنظر قال إذا استوى على بعيره يعني متى يقول هذا الدعاء إذا استوى على الدابة فكان النبي استوى على البعير ويقوم مقام البعير في أزماننا هذه جميع وسائل يعني الحديثة جميع وسائل الحديثة من السيارات من الطيارات إلى غيرها من المراكب التي يستعملها الناس اليوم فيقول هذا الدعاء إذا استوى يعني إذا ركب فوقه قال إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر فهنا تخصيص السفر وهذا يشهد لقول المصنف رحمه الله وتعالى فإذا مثل هذا الحديث وهذا الدعاء يقيد بالسفر بخلاف الآية والدعاء الذي ورد في الآية فهو عام في السفر وغير السفر قال إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطيعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه رواه مسلم وهذا الحديث كما ذكرنا أنه خاص بالسفر يعني بهذه الألفاظ وهذا الطول يذكر في السفر بخلاف قول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين فهذا عام في السفر وغيره قال سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا مقلبون وقد تكلمنا عن هذا في بيان الآية ثم قال اللهم إننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى فسأل الله عز وجل البر والتقوى في السفر وذلك لأن السفر يعني مدعاة للوقوع في المحرمات والمنكرات وذلك لأن المسافر لا يعرف واحد فيكون هذا مدعاة لأن يقع فيما حرم الله ولذلك سأل الله عز وجل في السفر البر والتقوى البر والتقوى لأن الإنسان قد لا يفعل بعض الأمور إذا كان في مكان يعرفه الناس أما إذا في مكان لا يعرفه الناس فقد يفعل فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه البر والتقوى في السفر قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ثم قال اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى فالسفر فيه من المشقة وفيه من العذاب كما جاء في الحديث قطعاً من العذاب فتدعو الله أن يهوّن هذا الأمر ولولا تهوين الله ماهن كل شيء فهنا فيه التجاء إلى الله وتعليق القلب بالله في جميع الأحوال حضراً وسفراً ذهاباً وإياباً وهذا الواجب على المسلم أن يكون قلبه معلقاً بربه سبحانه وتعالى في كل أحواله يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم التصاحب في السفر والخليفة في الأهل يصحبه في السفر يكون معه برعايته وكلأه وحفظه وخليفة في أهله يحفظهم في غيابه قال اللهم أن يعوذك من وعثاء السفر والوعثاء هي الشدة فيقول اللهم أن يعوذك من شدة السفر لأن السفر فيه شدة وفيه عذاب وتعب وكآبة المنظر والكآبة المراد كل ما يحزن النفس كل ما يحزن النفس من قول وفعل كله يسمى كآبة والسفر يكون ينسان معرض فيه للحوادث معرض فيه للتسلط تسلط الهوام تسلط الدواب تسلط الأعداء وخصوصاً في الأوقات السابقة التي ليس فيه أمن ولا أمان فيدعو المر بمثل هذا الدعاء كآبة المنظر أن يعيده الله عز وجل من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل بأن يعود إلى أهله فيراهم على خير حال ولا يعود إليهم وقد حصلهم من السوء وهذه من أدعية العظيمة المباركة التي ينبغي للعبد أن لا يغفل عنها حال سفره وهي لا تتجاوز الدقيقة وأقل من الدقيقة وإذلك يغفل بعض الناس عن ذكر الدعاء فهذا دعاء عظيم فيه تعليق القلب الله وفيه التوسر إليه وهذا هو الواجب على المسلم في جميع أحواله أن يكون قلبه معلقاً بربه سبحانه وتعالى ثم قالوا عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وظل هنا أيضاً الدعاء متعلق بالسفر وإذا سافر يتعود من معتاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم قال المصنف رحمه الله تعالى هكذا هو في صحيح مسلم يعني لفظ الحديث الحور بعد الكون لأن بعض الفاظ الحديث الحور بعد الكور ونقال الحور بعد الكون فيقول المصنف رحمه الله تعالى هذا بمعنى واحد هذا بمعنى واحد يعني الكون والكور كله بمعنى واحد قال رحمه الله تعالى الحور بعد الكون بالنون وكذا رواه التلمذي والنسائي قال التلمذي رحمه الله ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال نوي قال العلماء ومعناه بالنون والرائي جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص معنى الحور بعد الكور وذا ما نبغي للإنسان أن يتعوذ بالله منه يقول أعوذ بالله من الحور بعد الكور أو الكون يدعو بهذا الدعاء العظيم وأن يتعوذ بالله من الرجوع عن الاستقامة أو عن الزيادة فيرجع عن استقامته ويرجع عن زيادته فلذلك المسلم لا بد أن يدعو بمثل هذه الأدعية التي فيها الثبات على الحق والثبات على الخير حتى يلقى الله لأن القلوب بين الصبعين وصابع الرحمن إذا أراد أن يقرب قلب عبد قلبه صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى وعن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بذابة ليركبه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا انظر هنا في هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أنه قال بسم الله لما وضع الرجل على الركاب ومثلها اليوم لو وضعت الرجل فوق السيارة قبل أن تركب ركوبا كاملا تقول بسم الله حديث النبي السلام المرة علينا أولا أنه يقول الدعاية السوى على بعيره وهنا في فعل علي رضي الله عنه أنه يقول بسم الله أولا عندما يضع رجل على الدابة ثم إذا استوى فوقها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وفي حديث الأول سبحان الذي سخر لنا هذا فهذه من الألفاظ التي جاءت في هذه الدعية قال الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لم نقالبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك يعني علي رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك يعني ثم ضحك النبي فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بضحكه بعد الدعاء ثم قال فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال أغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود التلمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود وهذا من الأدعية التي يبغي أن تحفظ ولعلم مثل هذا الدعاء يعني لا يعرفه كثير من الناس بهذه الصيغة من يقول بسم الله عندما يضع رجله على الدابة ثم يسوي عليها ويقول الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين ثم يقول بعد ذلك الحمد لله ثلاث مرات ثم يقول الله أكبر ثلاث مرات ثم يقول هذا الدعاء سبحانك إني ظلمت نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فهذه من الأدعية التي تقال عند الركوب وهنا في هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه لم يذكر أنه كان في سفر وذلك بعضها العلم قالوا مثل هذا يقال في السفر وفي الحضر وبعضها العلم على القاعدة التي عندهم أن هذه الحديث كلها في السفر كلها في السفر والأحديث التي لم يعني يرد فيها النص أنها في السفر تحمل على الأحديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في السفر ولكن الأصل في هذا أنه لم يذكر أنه في السفر فلو قالها في الحضر فلا بأس بذلك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم عبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهبة وصلى الله أعبر